ده ايه ده؟ ما بيفكرش فيها بغير تفكير آه 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 يعني الحقيقة دايماً أنا بقول إيه دايماً حتى لما بعمل حلقات عن الموجي بعمل على طول في ذكرى الموجي وبعمل حاجات حلقات خاصة بقى غاني لي خاصة يعني ما بقاش مصطديفة حد لما بي بقول في آخر الحلقة هو مش سمعني بس أنا بشكوره قدامي كان بقوله شكراً على الحاجات اللي أنت عملتها وعمل فينا حاجة زي ما بقول إيه أسس في شخصيتنا مشاعر آه طبعاً ما فهمناهاش غير من ما الزكتو آه علمنا الرقية في المشاعر وفي الحب وفي كل حاجة العطفة يعني حاجات العطفية جميلة طب أنا عايز أقولك إن الحلقة خلصت نعمل حلقة تانية بقى أنا يعني طب وبعدين طب وأخرتها إيه يعني ممكن أعود كده عشر ساعات كمان والأغاني ما بتخلص الأغاني لا الأغاني ما بتخلص والعزف بتاع الجميل ومجيتك عندي غالية أوي 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 فوق أنا باجي أنا مبسوط والله أنا عارف عارف والله يعني فعلاً ربنا يخليكوا لينا وربنا يا ربي يساعدك زي ما أسعدتنا النهار والأستاذ المخرج طبعاً أسامة طبعاً يعني أباً بيكلمني وزيادة ويصرف لك أكتر وأكتر سهلا الله يا رب بشكرك جداً نعم جميل بس قبل طبعاً ما نختم الحلقة لازم نختمها بحاجة طبعاً ممكن حاجة لعبد الحليب خلاص إيه بقى؟ ممكن قرس فنجان مثلاً نعمل مقدمة بتاعتها طيب أنا هشكر الجمهور بشكرك طبعاً جداً جداً سيزيح الموجي على مجيئك ونورتنا النهاردة جداً وأيضاً بشكر جمهورنا لتابع حلقتنا النهاردة اللي أنا متأكدة أنتم بسطتوا بيها ونشوفكم الأسبوع القادم وفي نفس المعادة ولا تحقلنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة